بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبناء بناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل رحلتنا في عوالم البرمجة الإلهية البارحة تحداني ملحد فقبلت التحدي واليوم أتى إلى الإصدار الذي خصصته له وقال قال هذا الكلام إذن ندخل في الجواب عن التحدي الثاني قال الملحد هذا يعني أنني أنا الله فاعبدني واسجد لي أذكر بي محتوى إصدارات قناة المبين المحتوى هو البرمجة الإلهية الله سبحانه وتعالى برمج الكون وعلومه والقدر وحتى القرآن مستعملا الأعداد الأولية العدد الأولي هو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد إثنان هو أول الأعداد الأولية رتبته واحد ثلاثة هو ثاني الأعداد الأولية رتبته إثنان خمسة هو ثالث الأعداد الأولية رتبته ثلاثة إذن الله سبحانه وتعالى برمج كل شيء مستعملا الأعداد الأولية والأعداد المبينية كل شيء يعيدنا إلى الأعداد المبينية قلبها النابض العدد المبيني الأساسي الرئيسي المحوري هو العدد 114 هذا يشير مباشرة إلى القرآن وإلى التنزيل وإلى الوحي عدد صور القرآن ويشير إلى التعريف العددي لإسم الجلالة ثلاثة وعشرون هو مدة الوحي سنوات الوحي إذن بعدما قبلت التحدي الأول هذا التحدي الأول كان كافيا ليعلن الملحد وهذه صورة قناة الملحد ليعلن الملحد توبته وأوبته إلى الله ولكنه التمادي في الطغيان والعنادي والبهتان ووالله إني أشفق على الملحد وعلى الملاحد إذن من برمج كل إصدارات المبين تذكير كل إصدارات قناة المبين هي من باب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق قلت مرارا وكررت مرارا أن أدلة وجود الله لا نهائية ولكن الله سبحانه وتعالى تحدى كل جيل بآيات لتعيد الجيل إلى الله سبحانه وتعالى أو لتعيد عقلاء الجيل الذين لم تنتكس فطرتهم لتعيدهم إلى الله سبحانه وتعالى إذن من برمج كل شيء يمكن تحويله إلى أعداد المبرمج الله في الترتيب الهجائي وفي ترتيب الفواتح الفواتح نحصي الحروف التي استعمله الله سبحانه وتعالى في الصيغ الفواتح ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام را توجد تسعة وعشرون صورة في القرآن تبدو بهذه الصيغة في هذه الصيغة الله سبحانه وتعالى استعمل أربعة عشر حرفا وترك أربعة عشر حرفا نحصي الحروف المستعملة فنجد أن الله سبحانه وتعالى استعمل الألف ثلاثة عشر مرة اللامة ثلاثة عشر مرة الها مرتان المجموع هنا ثلاث وسبعون هذا الترتيب الهجائي ها هو الترتيب الهجائي كل الناس يعرفونه الترتيب الذي يعرفه كل العرب وكل الناس الذين يهتمون باللغة العربية الفصحة ها هو الترتيب الهجائي إذن المجموع أولي ثلاثة وسبعون المجموع الثاني أولي واحد واربعون المجموع النهائي مئة واربعة عشر الكون يدور حول هذا العدد والرمزية في هذا العدد أنه يشير إلى الله لفظ الجلال ويشير إلى القرآن يشير إلى الوحي ويشير إلى منزل الوحي إلى منزل الوحي إذن قال الملحد بعد التحدي الأول مجموع اسمي الوهمي وقناتي وتعليقي في البرمجة الإلهية هو رقم الله هذا يعني أنني أنا الله ها هو العناد أثبت له أن لا يوجد شيء في الكون والقدر وكل شيء والقرآن لا يوجد شيء يمكن أن يخرج عن نطاق البرمجة الإلهية فانظروا كيف تذاكى مرة أخرى وقال بما أن مجموعة اسمه الوهمي ومجموعة أعداد القناة ومجموعة تعليق مساوي مئة واربعة عشر إذن هو الله ولا حول ولا قوة إلا بلا أذكر في التحدي الأول هل تحيط البرمجة الإلهية باسم قناة صاحب التعليق صاحب التعليق قناته اسمها ماستر بيس للشدابة التحف الراقية إذن هو يحب التحف الراقية يحب الروائع سبحان الله ولا يريد أن يؤمن بمن أبدع كل شيء وصنع كل شيء وخلق كل شيء إذن ماستر بيس المجموع مئة واربعة عشر الوحي لفظ الجلال هذا العدد يشير إلى الله سبحانه وتعالى ويشير إلى القرآن ما رأي يرتب الأعداد الأولية اسم قناة صاحب التعليق هذا التذكير بما توصلنا إليه في التحدي الأول لو أننا وضعنا القناة وأعدادها في الترتيب الهجائي ها هو الترتيب الهجائي الفرنسي أو الإنجليزي إذن كل ما كل ما التقينا بعدد أولي وضعنا تحته رتبته المجموع مئة وتسعة وأربعون مئة وتسعة وأربعون أولي من رتبته خمسة وثلاثون مئة وتسعة وأربعون ناقص خمسة وثلاثون يساوي مئة وأربعة عشر الآن هل تحيط البرمجة الإلهية بأعداد قناة صاحب التعليق ليومي سبعة وثمانية أكتوبة إذن التحدي الأول كانت قناة صاحبنا عدد المشتركين فيها ثلاثة وعشرون المتغير هو عدد المشتركين هذا تاريخ وصدار القناة هذا الثابت المتغير هو عدد المشاهدات إذن في يوم سبعة التحدي الأول كانت القناة عدادها هي هذه الآن بعد يوم في يوم ثمانية إذن ثلاثة وعشرون ثلاثون الفاني وعشرون خمسة ألاف وسبعمائة وثلاثة واربعون مشاهدة المجموع هو هذا الآن صورة قناة ماستر بيس في يوم ثمانية أكتوبر يعني التحدي الثاني زاد مشترك واحد هذا متغير ازداد مشترك واحد وتغير عدد المشاهدات الآن ننظروا كيف برمج الله سبحانه وتعالى القضاء إذن أربعة وعشرون ثلاثون الفاني وعشرون ستة آلاف ومئة واثنان وعشرون الآن ننظروا معنا هذا هو المجموع مجموع يوم سبعة ومجموع يوم ثمانية الآن المجموع مع العدد المبيني ثلاثة وعشرون أطبق نفس الطريقة المجموع مع العدد المبيني ثلاثة وعشرون إذن هذا يوم ثمانية زائد يوم سبعة يساوي هذا العدد وهنا أنقص من هذا العدد العدد المبيني ثلاثة وعشرون ها هو قلنا ننقصه هذا العدد المبيني كما نفعل دائما إذن هذا هو المجموع وهذا هو المجموع أطبق المبين أقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة باقي القسمة هذا أولي رتبته عشرة إذن 52 زائد 4 زائد 29 زائد 10 زائد الرتبة زائد 4 يساوي 99 52 ناقص 4 ناقص 29 ناقص 4 يساوي 15 انظروا كيف وجه وضبط العدد الأولي الدراسة هنا مع الرتبة هنا بدون الرتبة قلنا كل هذه البرمجة تعتمد على العداد الأولي اعتمادا كليا 99 زائد 15 يساوي 114 الله أكبر 114 و 48 ناقص 25 لاحظنا أن هنا نحذف العدد 23 إذن هنا 23 48 ناقص 25 يساوي 23 الآن انظروا عظمة البرمجة هذا منطقي لأن الفرق هو 23 حذفنا هنا 23 الآن انظروا العجب 23 أولي رتبته 9 23 زائد 9 يساوي 32 هنا طرحنا 48 ناقص 25 الآن سنجمع 48 زائد 25 يساوي 73 نهاية المرحلة نهاية المرحلة 37 ناقص 32 يساوي 41 41 زائد 37 يساوي 114 هذان العددان الأوليان هما لذان استعملهم الله سبحانه وتعالى في لفظ الجلالة 73 41 المجموع 114 انظر التحدي يا من ادعيت أنك الله كل هذه صدف يا أيها الملحب الآن ننظر معي انظر نواصل عدد المشاركين في قناة عدد قناة تكرر عدد المشاركين في قناة مصر فيس بين يومي 7 و 8 أكتوبة قلنا أن عدد المشاركين متغير كان عدد المشاركين يوم 7 23 يوم 8 24 23 أولي ونرتبته 9 الآن ننظر معي 24 زائد 23 يساوي 47 24 زائد 23 زائد 9 يساوي 56 47 أولي ونرتبته 15 47 زائد 15 زائد 56 يساوي 118 رقم الصورة التي عدد آياتها 118 هو رقمها 23 متذكر ما حدث في التحدي الأول نفس طريقة نفس شيء تكرر 118 فرض نفسه الآن البرمجة الإلهية كما حدث في التحدي الأول ستظهر لك وتؤكد لك العجب وراء هذا العدد وهذا العدد ما اسم الصورة التي رقمها 23 وعد آياتها 118 اسمها المؤمنون جعلك الله من المؤمنين هداك الله يا أيها الملحد المؤمنون العدد الوحيد الذي تجرأ أن يكون أولياً في هذه العداد والعدد 23 العدد المبيني مدة الوحي رتبته 9 الآن سنجمع بدون الرتبة ونجمع مع الرتبة الجمع بدون الرتبة 150 الجمع مع الرتبة 159 أطبق المبين نفس الطريقة أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي لم يتجرأ عدد أن يكون أوليا المجموع 114 الله أكبر الآن 150 زائد 159 يساوي 309 أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي الكسمة 81 زائد 10 يساوي 91 114 ناقص 91 يساوي 23 الله أكبر الآن 81 ناقص 10 يساوي 71 يمكنك أن تقول جمعت هنا لماذا لا تطرح ما في مشكل 81 زائد 10 يساوي 71 أولي رتبة 20 71 زائد 20 يساوي 91 مرة أخرى 114 ناقص 91 يساوي 23 هذه الصورة تعيدك إلى العدد 23 سبحان الله نواصل نواصل الآن عدد مشاهدات قناة ماستر بيس بين يومي 7 و 8 أكتوبر 2020 قلنا المتغير هو عدد المشاهدات وعدد المشاركين رأينا أن عدد المشاركين أحاطت به البرمجة الإلهية من جميع الجهات الآن سنرى عدد المشاهدات انظر عدد المشاركات اليوم 7 أكتوبر كان 5743 تذكر انظر انظر 5743 عدد المشاركات اليوم 8 أكتوبر يساوي 6122 الآن ننظر عدد المشاهدات انظر معي ها هو هذا العدد برمجه الله سبحانه وتعالى في داخله 5743 43 أولي رتبته 14 57 زائد 43 زائد 14 يساوي 114 الآن عدد المشاهدات اليوم 8 أكتوبر 6122 بنفس الطريقة 21 22 21 زائد 22 ساوي 83 83 أولي رتبته 23 الوحي سنوات الوحي الوحي مدة الوحي التعريف العددي لاسم الجلالة مدة الوحي العدد المبيني 23 الله أكبر الآن مجموع اسمي الوهمي هذا ما قاله الملحد وقناتي وتعليقي في البرمجة الإلهية هو رقم الله هذا يعني أنني أنا الله هذا الملحد تنازل عن عقله وانتكست فطرته وذبح كل إمكانية فهم لديه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومع ذلك هو يتذاكر الآن ننظر مجموع اسمي الوهمي وقناتي وتعليقي فيه أنت تعاند ولكن البرمجة الإلهية لا يمكن أن تقارن أنت بها في العناد ولكنه عناد الحق انظر مجموع اسمي الوهمي وقناتي وتعليقي فيه البرمجة الإلهية هو رقم الله هذا يعني أنني أنا الله فاعبدني واسجد لي انظر سبحان الله انظر المجموع مع العدد المبيني 23 إذن هذا العدد زائد هذا العدد زائد هذا العدد زائد هذا العدد زائد هذا العدد يعطينا هذا العدد هنا نطرح كالعادة عدد تكرر 23 انظر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تكرر عشرة مرات 23 ضرب عشرة يسبب مئتاني وثلاثم إذن هذا العدد ناقص مئتاني وثلاثم هذا العدد أمره الله سبحانه وتعالى رغم قلة الأعداد الأولية أن يكون أوليا رطبته مئتاني وثلاثم أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة باقي القسمة باقي القسمة المجموع أربعمائة وخمسة وثلاثم أربعمائة وخمسة وثلاثم أطبق المبين أقسم على الوحي على سنوات الوحي أنه أكبر 114 باقي القسم 93 باقي القسم 21 قل الله أكبر 93 زائد 21 سوي 114 أي أن ما قلته في التحدي الثاني انظر بنفس الطريقة التي نطبقها دائما وصلنا مباشرة إلى العدد 114 إلى الوحي وإلى التعريف العددي لاسم الجلالة هذا هو أعجب ما يمكنك أن تتخيله هذا هو العجب العجاب وانظر كيف أمر الله سبحانه وتعالى هذا العدد أن يكون أوليا رتبته 203 ليوصلنا إلى العدد 114 انظر إلى الجمال انظر إلى البهاء الآن مجموع اسمي الوهمي وقناتي وتعليقي في البرمجة الإلهية هو رقم الله هذا يعني أنني أنا الله سأحذف الله انظر مجموع اسمي الوهمي وقناتي وتعليقي البرمجة الإلهية هذا يعني أنني أنا الله حذفت الله هنا تدعي أنت أنك الله حذفت الله فانظر ماذا حذف المجموع تغير وهذا المجموع أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أوليا رتبته 53 و53 أولي ورتبته 16 هنا لم يتغير شيء الآن انظر معي المجموع مع العدد المبيني 23 المجموع بدون العدد المبيني 23 ها هو المجموع انظر هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد الرتبة زائد الرتبة زائد هذا يعطينا هذا العدد هنا أنقص عدد تكرر لعدد 23 نقص 23 مرتان كان عندنا لعدد 23 عشر مرات الآن ثماني مرات الآن ها هو المجموع ها هو المجموع أقسم على الوحي على سنوات الوحي هذا العدد وأمره الله سبحانه وتعالى رغم قلة العداد الأولية هو أيضا أن يكون أوليا رتبته 207 انظر الجمال انظر الجمال انظر البهاء إذن باقي القسمة باقي القسمة باقي القسمة باقي القسمة أجمع جميع الأعداد وأطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة ثلاثة عشر زائد عشرة يساوي ثلاثة وعشرون الله أكبر ما قلته أوصلنا مباشرة إلى العدد مئة واربعة عشر حذفنا الله أوصلنا مباشرة إلى العدد ثلاثة وعشرون الآن ثلاثة وعشرون أولي رتبته تسعة 23 أولي رتبته 9 23 زائد 9 يساوي 32 الآن انظر مجموع اسم الوهلي وقناتي وتعليقي في البرمجة الإلهية هو رقم الله هذا يعني أنني أنا لات أتذكر قلت رضي اللات عنك في تحديك الأول قلت رضي اللات عنك وبعد تعليق أختنا زكية بدران قالت الله أكبر فقلت أنت اللات أكبر الآن انظر الجمال مجموع اسمي الوهلي وقناتي وتعليقي فيه البرمجة الإلهية هو رقم الله هذا يعني أنني أنا لات أنا لات انظر فاعبدني وتجدلي الآن انظر الجمال إشارة بسيطة مجموع اسمي الوهلي 2092 انظر سبحان الله هذا يعني أنني أنا لات مجموعه 2092 نفس العدد انظر إلى الإشارة الربانية اللات هو اسمك الوهمي هو صلمك الوهمي هو الصراب انظر الجمال مئتان واثنان وتسعون مجموع اسم الوهمي هذا يعني أنا اللات مئتان واثنان وتسعون الآن انظر المجموع نفس طريقة المجموع مع العدد المبيني ثلاثة وعشرون المجموع بدون العدد المبيني ثلاثة وعشرون انظر ها هو المجموع وهنا ننقص 23 ضرب 10 انظر 1 2 3 4 5 6 7 8 19 ننقص 230 وطبق المبين اقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة باقي القسمة الان انظر 77 زي 19 زي 75 زي 19 يساوي 190 190 وطبق المبين اقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة المجموع 82 اتذكر ماذا حدث هنا 23 اول يوم رتبته 9 23 زي 9 يساوي 32 الان ننظر الجمال ننظر الجمال 82 زائد 32 يساوي 114 الان يمكنك ان تقول لي يا مصطفى لماذا لم تأخذ بعين الاعتبار الرتب نجمع مع الرتب 77 زي 19 زي 8 75 زي 19 زي 8 يساوي 206 اتذكر العدد 206 تكرر مرارا في تحدي الاول اطبق المبين اقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة 92 زي 22 92 زي 22 يساوي 114 الله اكبر الان مجموع اسمي الوهمي وقناتي وتعليقي في المربجة الالهية هو رقم الله ساحلف الله مرتين انظر مجموع اسمي الوهمي وقناتي وتعليقي في البرمجة الإلهية هو رقم الله هذا يعني أني نظر حذفت الله هنا وحذفت الله هنا هذا أولين رتبته وهذا أولين رتبته فاعبدني واجد لي مئتاني وستة المجموع تتذكر مئتاني وستة هذا العدد يوصلك مباشرة إلى العدد مئة واربعة عشر كأن الله يقولك فاعبدني واجد لي مئتاني وستة يوصلك مباشرة إلى من يجب عليك أن تجد له الله سبحانه وتعالى المجموع مع العدد المبيني 23 نفس الطريقة لا أغيرها لا أتكلف لا أرقع إذن المجموع بدون العدد المبيني 23 هنا المجموع وهنا المجموع ناقص 23 ضرب 6 انظر سنحصي 1 2 3 4 5 6 إذن نحذف 23 6 مرات المجموع المجموع اطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي الكسمة ما تجرأ عدد هنا أن يكون أوليا الآن 12 22 سوى 154 أطبق المبين أقسم على الوحي على سنوات الوحي باقي الكسمة 4 ناقص 16 يساوي 24 الآن 22 ناقص 10 يساوي 12 112-10 يساوي 102 102-12 يساوي 90 90 زايد 24 يساوي 114 الله أكبر الآن حذف العدد المبيني 23 هل تحيط البرمجة الإلهية العددية الجواب لا يمكن أن يكون إلا نعم الآن نظر كل ما كتبته في التحدي الثاني سنحذف منه العدد المبيني 23 انظر حذفنا العدد المبيني تغير المجموع هذا أولي رتبته 57 وقناتي وتعليقي في حذفنا العدد المبيني 23 حذفنا العدد المبيني 23 هنا هذا المجموع أولي رتبته 52 حذفنا العدد المبيني هنا المجموع 268 فاعبدني والجدلي حذفنا العدد المبيني 23 الآن نظر المجموع بدون الرتب المجموع مع الرتب طريقة وطبقوها دائما الآن عند الرتب لم يعود هناك العدد 23 لا يمكن أن وجه الدراسة مع أو بدون العدد 23 الآن مع وبدون الرتب الآن انظر ها هو المجموع الأول انظر هذا زائد هذا زائد هذا بدون الرتب زائد هذا زائد هذا يعطيك هذا العدد وهنا مع الرتب انظر هذا العدد زائد هذه الرتبة وهذه الرتبة الآن ننظر الجمال أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي الكسمة باقي الكسمة باقي الكسمة باقي الكسمة هذا أولي من رتبته 25 الآن 97 ناقص 18 يساوي 79 92 ناقص 12 يساوي 80 هذا أولي من رتبته 22 79 زائد 22 زائد 80 يساوي 181 181 أطبق عليه المبين أقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي تكرر مرارا باقي الكسمة باقي الكسمة هذا أولي من رتبته 19 وهذا أولي من رتبته 8 67 زائد 19 زائد 8 زائد 20 يساوي 114 الله أكبر الآن 67 ناقص 19 ناقص 8 ناقص 20 يساوي 20 هذا هو رتبة العدد الأولي 71 71 زائد 20 يساوي 91 114 ناقص 91 يساوي 23 الله أكبر الآن انظر معي 79 زائد 80 هنا جمعنا هذا وهذا وهذا مع الرتبة الآن سنجمع بدون الرتبة 79 زائد 80 انظر الجمال يساوي 159 159 أكبر من 114 أطبق المبين أقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي الكسمة باقي الكسمة 55 زائد 21 ساوي 66 سأرفق الدراسة لملفة الـ XL اللي تتأكد من كل حرف ومن كل جملة ومن كل عدد ومن كل رقم ومن كل عملية رياضية 55 زائد 21 ساوي 66 الآن 101 العدد 101 هذا العدد الذي ضبط الدراسة هنا هذا العدد أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أوليا رتبته 42 الآن 181 زائد 42 يساوي 123 123 أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أوليا ورتبته ليست أي رتبة رتبته هي ما يبحث عنه هذا العدد ليوصلنا إلى العدد 114 66 زائد 48 يساوي 114 الله أكبر الآن قلنا أن هذا العدد أولي ورتبته 48 240 223 زائد 48 يساوي 271 271 أكبر من 14 أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة هذا أولي رتبته 14 الآن ننظر 43 زائد 14 زائد 18 يساوي 75 43 ناقص 14 ناقص رتبته ونظر كيف يوجه العدد الأولي الدراسة 43 زائد ناقص 14 هنا ناقص ناقص يساوي 29 29 أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أوليا رتبته 10 75 زائد 29 زائد 10 يساوي 114 الله أكبر الآن وردت العبارة التي تجرأت عليها في القرآن انظر وردت هذه العبارة في القرآن أن الله وردت هنا في سورة طاها وفي سورة النمل وفي سورة القصص انظر وردت عبارة أن الله في سورة طاها وفي سورة النمل وفي سورة القصص هل تحيط البرمجة الإلهية العددية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقم الصلاة لذكري رقم صورة طه عشون عدوا آياتها مئة وخمسة وثلاثة قلت لك أن القرآن برمجة الله سبحانه وتعالى نفس البرمجة رقم الآية أربعة عشر يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم رقم صورة النمج 27 عدد آياتها 93 رقم الآية 9 أربعة عشر سائية 9 يساوي 23 الآن فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رقم صورة القصص 28 عدد آياتها 8 رقم الآية 30 بالأصفر لأنه مبيني الآن المجموع 146 الآن انظر المجموع مع العدد المبيني 23 23 المجموع 169 زائد 129 زائد 146 انظر هذا زائد هذا زائد هذا يساوي هذا العدد المجموع مع العدد المبيني 23 هنا ناقص 23 لأنه ظهر هنا 14 زائد 9 يساوي 23 أنقصه من هذا العدد الآن انظر معي أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي الكسمة باقي الكسمة باقي الكسمة باقي الكسمة هذا أولين من رتبته 4 وهذا أولين من رتبته 22 وهذا أولين من رتبته 4 انظر 102 ناقص 7 يساوي 95 79 ناقص 7 يساوي 72 95 زائد 72 يساوي 167 167 يوصلك بطريقتين مختلفتين على الأقل إلى العدد 114 الطريقة الأولى 167 أولين من رتبته 39 167 زائد 39 يساوي 206 تذكره تكرر مرارا أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي الكسمة باقي الكسمة المجموع 114 الطريقة الثانية ولا يمكن للرياضيات تشرح وتفسر كيف انتقلنا من هنا إلى هنا 167 رتبته 39 أطبق المبين مباشرة أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي الكسمة باقي الكسمة هذا أولي رغم قلة العداد الأولية أمره الله أن يكون أولي رتبته 16 المجموع 114 الفرق بين الدراستين هو العدد 23 كما قلنا إذن 95 ناقص 72 يساوي 23 الآن ننظر 102 ناقص 7 ناقص 4 يساوي 91 79 79 ناقص 22 ناقص 7 ناقص 4 يساوي 46 سيتأكد هذا العدد انظر 91 زائد 46 يساوي 137 137 ناقص 114 ليظهر هنا يساوي 23 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الآن هذا العدد 137 وهذا العدد 167 انظر الجمال 137 زائد 167 يساوي 304 أطبق المبين أقصم على الوحي على سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة 76 زائد 5 يساوي 81 الآن هذا العدد 137 أولي أمره الله أن يكون أوليا رتبته 33 81 زائد 33 يساوي 114 الله أكبر الوحي سنوات الوحي التعريف العددي لإسم الجلالة كل شيء في الكون وكل شيء في القدر وكل شيء في القرآن لا بد أن يعيدك إلى الوحي وإلى التعريف العددي لإسم الجلالة وإلى الأعداد المبينية الآن المجموع مع وبدون العدد المبيني 30 هل تحيط البرمجة الإلهية العددية فأينما تولوا فثم وجه الله الجواب فأينما تولوا فثم وجه الله أتذكر أن هذا العدد عدد المبيني إذن هذا العدد يمكن أن يضبط الدراسة كما ضبطها العدد 23 انظر معي المجموع مع العدد المبيني 3 انظر 169 زائد 129 زائد 146 يساوي 444 هنا أنقص العدد 30 انقص العدد 30 انظر 444 444 انظر 444 ناقص 30 أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي 102 زائد 7 زائد 72 زائد 0 يساوي مرة أخرى العدد 181 الذي ظهر سابقا انظر أين ظهر العدد 181 هنا انظر المجموع بدون الرتب المجموع مع الرتب ظهر العدد 181 الآن انظر كيف ظهر هنا ها هو إذن تعرف أنه يوصلك للعدد 114 ويوصلك إلى العدد 23 ويوصلك إلى أعداد وأعداد هنا 79 زائد 80 إذن نفس طريقة كما فعلنا سابقا هنا تغيرت بعض الأعداد ولكن نفس طريقة هذا العدد يوصلك إلى العدد 114 وبعد ذلك هذا العدد يوصلك إلى العدد 91 114 ناقص 91 ساوي 23 وبعد ذلك 181 المهم لأن نواصل مصطفى يا مصطفى لماذا لم تأخذ بعيد الاعتبار حاصل قسمة العدد 414 على 23 ورتبة العدد الأولي 7 نسيت سأذكرك أنظر هنا هذا أولي رتبته 4 وهنا قلنا أن لما نحصل على العدد 0 يعني أن هذا العدد يقبل القسم على 23 يعني يجب علينا أن نقسم هذا العدد على هذا العدد لنرى حاصل القسمة هذا ما سنفعله في الدراسة الموالية أنظر وصلنا هنا ها هو رتبة العدد 7 وها هو حاصل قسمة هذا العدد على العدد 23 حاصل القسمة هو 18 الآن 102 زائد 7 زائد 4 زائد 2 زائد 0 زائد 18 يساوي هذا العدد وطبق المبين أقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة هذا أولي رتبته 24 وهذا أولي رتبته 8 89 زائد 24 زائد 19 زائد 8 يساوي 140 وطبق المبين أقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة هذا أولي رتبته 1 26 ناقص 2 ناقص 1 يساوي 23 لم نأخذ بعين الاعتبار 7 وحاصل القسمة وصلنا إلى العدد مباشرة 114 أخذنا بعين الاعتبار العدد 7 وحاصل القسمة وصلنا مباشرة إلى العدد 23 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته